طبعا حضراتكم متابعين ان حماس فيه التلات اربعة ايام اللي فاتت دول او المقاومة داخل قطاع غزة الحقيقة يعني فيه عشرات الضحايا او مئات الضحايا الاسرائيلية من الجنود الاسرائيل والاسرائيل اعلنت على عداد كبيرة جدا من جنودها اللي من ضمنهم النهاردة تردد ان احنا بنتكلم على عشرين جندي اسرائيلي حتى الان وعشرات الجرحة في الخروج وده اللي احنا حذرنا منه ان على رغم التفوق العسكري والقدرات العسكرية للجانب الاسرائيلي والامريكي المشارك انما حرب الشوارع دي موضوع تاني خالص حرب الشوارع وانك انت داخل في منطقته بدباباتك وحكتك اه انت قد تتفوق عليه عسكريا ولكن لن تستطيع ان تتفوق عليه ميدانيا في الميدان ده لن تستطيع ان تأمن ولن تستطيع ان تتواجد وده اللي خلاه من النهاردة عايز اقول لكم من ضمن اخر الاخبار انه يتردد ان اسرائيل قررت اعادة التخطيط للغزو البري مرة اخرى يعني طب انا بقى دخلت وشفت وتعلمت في الخمس سبعة ايام اللي فاتوا دول والضرب تمنين وإن اللي حصل هو بيروح متراجع ويروح ضرب كمية انابل على المنطقة بيقتل عمليات القتل الجماعي التي تتم باسم انه هما داخلين يجيبوا حماس دي اصبحت الان مخطط واضح للقضاء على الشعب الفلسطيني ده ماليوش دعوة بحماس ولا بقاومة ولا انك انت بداخل بقى ضد الارهابيين ولا الكلام دي اصبحت مخطط واضح من اسرائيل للقضاء على اكبر عدد ممكن من افراد الشعب الفلسطيني في غزة والابرياء هو مركز على الابرياء هو مركز على الناس الامنة لما انت تهد يعني معسكر كامل او تهد منطقة لجأ اليها الناس فتموت خمسمية بقنابل انت عارف ان انت لما ترمي خمس ست قنابل القنبلة الوحدة طن خمسة طن من الانابل انت بتقلب الارض العمقى عشرين تلاتين متر بتشيلها وترميها وتروح منزلها فوق دماغ الناس اللي جواها دي وحتى الان محدش عارف الاعداد بتاعت الضحايا والشهداء دول قد ايه ولكن نعود نعود لنقف اماب هذا المعبر نعود لنقف عند الباب اللي انا وقفته قدامه وقلت انا واقف على بعد سبعمية تمنمية متر مني او الف متر مني في ناس بتموت قدامي انا كنت تعطي ظهري للمعبر علشان حضراتكم تشوفوا في الصورة قدامي قدامي مئات مئات من العربيات اللي محملة باشياء في ناس بتموت على بعد تمنمية متر مني علشان مش وصل لها الحاجات دي